كاملين معكم مشاهدين متابعين في عالم التفوق اليوم احنا في بلدة زيتا التفوق عنوان ايضا فيها اليوم مع الطالبة رغد رائد طبعا جدع اللي كانت متفوقة ومتميزة اليوم من خلال شاشة تلفزيون الفجر جديد وهذه الاجواء الفرح اللي ما الها مثيل غير فرحة النجاح في الثانوية العامة نلتقي مع الطالبة رغد اوليشه الف الف مبروك من شاشة تلفزيون الفجر جديد الله يبارك فيك ان شاء الله يعني انا شايف كل الوجوب تضحك طلع حتى سبت مشهورة الكل بصور من لاحظة يعني ادخلتينهم الفرح طب كيف ادخلتينهم هذا الفرح الحمد لله رب العالمين الاشي ما كانش سهل يعني تعب سنة كاملة وتعب السنين الماضية وكان الهدف مبين من اول السنة كان حطيته قدامي ونشأل الحمد لله رب العالمين اني وصلت لإله وكانت فرحة كثير كبيرة الحمد لله رب العالمين بحمد الله اني قدرت ارفع راسهم جميعا طيب كيف كان دور والدتك في البيت ادرس 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 زي تعودنا ولا كيف لا كانت هي التوجيه وانا اللي ما كنتش توجيه عكسر في حيثة الاي نعم كيف كان دورها بترشدك كثير تحملت ضغط وتحملت يعني هي تهمل الهم اكثر مني تسهر معاي في الليل تستناني لما اروح من الامتحان تحاول تسمعلي حتى في الفيزا وهي المواد هي مدرسة عربة بس بالفيزا وهي المواد تقوها تجنبي وتسمع مني يعني عشان انها تكون مونسني وهيك شغلات الحمد لله رب العالمين بهديها هذا النجاح وان شاء الله يا رب اني رفعت راسها وبتمنى في المستقبل اني ارفعه اكثر واكثر شو ناوي تدرسي ان شاء الله طب وجراحة قلب بإذن الله ان شاء الله اخ يا قلبي من هاسه بلاش لا تبدي علاج الحمد لله رب العالمين طيب سؤال اخير يعني اكيد في عالم التوجيه يعني هاي من نوع من انوع المداعب ايضا لانه فيه اجواء حلوة تكون في داخل التوجيه عشان الكل يرتاح انه التوجيه او الانجاز يعني ايش عادي كاي مرحلة عادي خدوب اريحية يعني كان اكيد فيه دور التسمين طول وقت شاي كهو اه اكيد الحمد لله رب 24 ساعة 24 ساعة الحمد لله لمن انتهت هذا الانجاز لا اهلي لا ابوي ولا امي لا اختي اللي تعبت معي كثير بهدية هذا النجاح يا ربي اني اكون اعطيتها كد ما بقدر يعني لا عائلتي اه كل الناس اللي فرحوا لي كل الناس اللي استنوا مني الناس اللي وثقوا فيي اللي حتى بوقت اللي كنا نتوقع النتيجة ما كناش انا ما كنتش حكي لهم يعني انا كنت عارفة حالي بس ما كنتش حكي لحدا هم كانوا يحطوا ارقام بس فهذه الارقام اللي كانوا يحطوها كانت يعني معدلة هو وانا كنت اطلع عليهم ويعني واحمد رب انهم وثقين فيه لهم درجة موفق يا رغد ما شاء الله ثقة انتي لازم تطلع اعلامية شكرا لك شكرا ما شاء الله عليكم متحدثة واحنا يعني ايش متواضع دائما تعودنا من خلال تلفزيون الفجر المقدم للمتفوقين ومتفوقات ايش مميز يعني متواضع لدعم هذا النجاح والتفوق من الجهاد للمناسبات هاي هدية مقدمة ألف مبرو الله يساعدك تسلم وشكرا لك بشكر تلفزيون الفجر اهلا وسهلا فيكم وهنا دائما معكم مع النجاحين والنجاحات والتفوقات يعني والدتك الها دور كبير جدا شو تقول اليوم للفرحة بداية الحمد لله رب العالمين بشكر حضوركم على مشاركتنا هذه الفرحة التي لا يضاهيها اي فرحة في العالم بصدقا فرحة النجاح احلى فرحة في العالم والحمد لله هذا التفوق اللي انجزته بنته حققته بهدي للوطن للأسرة للجرحة لفلسطين عامة كمان لمعلماتها لمعلميها لوزارة التربية والتعليم وبشكر كل واحد شاركنا هذا الفرحة والحمد لله رب العالمين ربنا يقدرنا على ان نكون قادرين على انها تكمل دراستها وتختار التخصص اللي بدها انا السؤال راح اتوجه فيه لكم كمان يعني انا بتوقع اليوم التعليم اصبح عبئ كبير جدا وتكاليفه عالية جدا شو بتوجه رسالي للقيادة الفلسطينية الحكومة الفلسطينية خاصة فعلا التعليم اصبح كثير بكل نعم هو التعليم شيء اساسي في الحياة يعني اي شيء مقابل التعليم لا شيء له ولكن الحمد لله بنتأمل من السلطة ومن القيادة الى اخرى ان يكونوا يعني يمدوا يد العاون لمساندة طلبة التوجيه خاصة في حصولهم على انهم تخصصات مثل طب شغلات زي هكا يكونوا معين لهم ولو بالشيء البسيط ان شاء الله ان شاء الله بسمعوني بس الف مبروك يعني دائما ما شاء الله شغل التصوير عندكم فل اوبشنتو الشهرة بدأت من هذا البيت بفضلها ما شاء الله يعني استاذ رائد يعني اليوم انجاز جديد وفرحة جديدة بقوله دائما يوم تبيض وجوه تسود وجوه لكن اليوم ما شاء الله بياض مش طبيعي بالمعدل اللي حصلته شو بتكلها اليوم وابتسامات عريضة وابتسامات عريضة ما شاء الله صوروا صوروا هيك ممتاز اي وحلوا ممتاز الف مبروك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبشكر طبعا كل من شاركنا فرحتنا وبشكر وزارة التربية والتعليم بمدرسيها واداريها طبعا لهم الفضل في هذا الانجاز اللي حققته بنتي والحمد لله رب العالمين ان شاء الله في التفوق بيكون اخرى الها في الجامعة هيك انا متوقع يعني ان شاء الله البوادر انبيني من الان لكن شو توجه رسالة اليوم لبعد هالتعب والحصاد سنوات شو تكلها اليوم يعني بدي اقولها انه الله يرضى عليك والحمد لله رب العالمين اللي انت ربنا قدرك على هذا الجهد وحققت امانينا يعني الحمد لله رب العالمين ان شاء الله ومن مزيد من نجاحات ان شاء الله للامام وشكرا اليك والف مبروك حياك الله اهلا وسهلا بكم وشكرا لتلفزيون الفجر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا